أول سؤال بعيد بقى عن الأحداث كلها منصورة وحشنة فرين منصورة وحشنة جداً عشان فكر للسادة المشاهدين وفي شباب كمان مايفتكروش المنصورة عشان بقالهم كتير ما شافهوش في الممتاز فالمنصورة ده يا جماعة كان من أهم أهم الأندية المنصرية وأكتر نادي كان يلعب قدام الأهلي جامد جداً والزمالك ولها بيكسر مصر نهائي ولا وبص كان بيكسر الدنيا ولها وجماهرية وشعبية مش طبيعية بس للأسف للأسف بقاله فترة بعيد عن الأضواء بعيد إمتى نرجع نشوف المنصورة طبعاً في البداية بسم الله رحمة حلوم طبعاً برحب بحضرك والسادة المشاهدين كلنا بنحب المنصورة وكلنا بنعشق المنصورة وكلنا عارفين قيمة وقيمة نادي المنصورة نادي المنصورة زي ما حق عارف أن الاستثمار والقورة بقت صناعة دلوقتي وعندها مش عايز أقول بقى اللي هي الندية الجماهرية الشعبية اللي هي الندية الكبيرة اللي كنا كنا بنسعد بيها طبعاً مش عايز أقول اختفت أو قلت ولكن حاجة شايف بعيواجه شوابات كبيرة جد حبسط حاجة حاجة شايف الصوبر المصر بالسناعة نادي الأهلي هتلاقي تلقى تفرق يعني ما احترام اليوم طبعاً وعندها مش جماهرية وعصره أصر الكرة المصرية مع دايماً أقول للأندية الخاصة ديت أصر الكرة المصرية معلها جانب آخر إيجابي أول نزع على أندية الجماهرية بس دولة كمان عم المحلة جمهور المنصورة جمهور المصر جمهور الاتحاد جمهور الإسماعيلي صح انت عجل مش في الدورة تشوف جمهور الإسماعيلي بيبعمل ازاي بحاجة على طول كلنا بنتعاطف مع نادي الإسماعيلي وجماهيره يعني منصورة ان شاء الله ان شاء الله في الطريق الصحيح ان شاء الله هذه المنصورة يرجع الوضع الطبيعي طبعاً أنا من برنامج حضرك المتشاف طبعاً ناس كتير جداً بشكر العميد محمد بسيوني رئيس مجل صدارة وجميع مجل صدارة المحترم على دعمهم لي وثقاتهم فينا كجهاز فني بشكر الجمهور اللي هم بسردنا من اول يوم لآخر يوم شكر خاص لكابتن ميدو فاضل المشفة مع الفريق وكابتن الشريف أبو العز من دير الكورة للشيحسين المحبوبة طبعاً من الجميع احنا واقعيين يعني المشكلة كابتن كريم حركة بتتفاجئ ان المنصورة من دول ممتاز لمحترفين لممتاز به ده الحل الوصل لنادي المنصورة مع واقع الواقع بيقول انت في درجة اقل من وضعك الطبيعي فبالتالي لازم تقاتل علشان بدرجتين اقل من وضعك الطبيعي اكيد اه دي حقيقة يعني انت بفو التواف الممتاز كمان دي حقيقة فانو اكيد اكيد زي ما حقق اشارت طول امرهم في الممتاز طول امرهم بوصلوا نهائي كاسم مصر لعبة في طولة افريقيا على فكرة طبعاً مواسم عادية وصلوا قبل النهائي ومش كده بس يعني هم اللعبة كتير جداً 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 راحوا اهل او زمالك ومنتخبات من خلال ندي المنصورة نتمنى ان شاء الله الفترة الجاية للصعود لنادي المنصورة وانفرح الجمهور انا يعني راحة ساعات جداً من جمهور ودعم الجمهور وان شاء الله هنقدر نفرحه من المسم ده ونصعد ولو جزء بسيط لوقتنا على الطبيعي اعزوهم جداً